السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد لوقاتكم يا رب حبايب قلبي بتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير اليوم ان شاء الله لح نحكي عن شكل طاقة لح نحكي عن يعني الناس يلي اخدوا شكل طاقة وصلا عن طريق البريد لأول مرة طبعا محب نوي على انه أول مرة بس لازم انت يلي اتفعل شكل طاقة يا اما عن طريق الانترنت يعني تصرف عن طريق الانترنت مع شركة غاز وكهرباء يلي انت موقع عقد معه شام بيتك او البيت المستأجره الاخره او انك تبعتون عن طريق البريد هاي اول مرة بقى السنة البعدة بتصيد بشكل اوتوماتيكي بصير بقى بتروح شك بيروح شك الطاقة من الدولة من الحكومة لشركة الغاز والكهرباء يلي انت عامل عندهم العقد لح نحكي عن السنة الاولى يلي انت اول مرة بدك تعمله بشكل يدوي هلا فتت على الموقع لحط الرابط طبعا متكلع عادي اسفل الفيديو صندوق الوصف هلا هوني انه انا اخد شك الطاقة حطيلي عدد خيارات ها فتشلون نحن نفوت على الخيار الاول انه انا بدي استخدم شك الطاقة عن طريق الانترنت لهاي السنة لسنة هاي 2020 تطلع معي هاي الصورة هيك بهالطريقة هاي وهون حبايبي بيحطوا لي انه لازم حط اه رقم الشيك عالشيك الطاقة اللي بيجيكم في عليه رقم شيفرة خاصة فيه لازم تحطوه لحط الرقم وبنضغط على continue وهلا هون بيطلع معنا بهذا الشكل الحبابي ما يكون شايفي اه هون تحت طبعا طبعا شكل الطاقة الارقام بطلعوا معي عشر ارقام بتحطوا عشر ارقام هلا هون تحت لازم تحطوا انتوا مع اي اه شركة موجودين انا طبعا حطيت او دي اف طبعا تختاروا الشركة اللي انتوا موجودين معا وبنضغط على continue ومثل ما يكون شايفين حبايبي قربي هون تطلعوا لي شغلتين بدون رقمك انت كزبون وبدون رقم الحساب اللي هني بتلاقيهم حطين هون مثال بانه انا اخترت او دي اف فحطين او دي اف شوفوا كيف كاتبين هون حطين مثال يعني وكاتبين انه تحت العقد تبعات تحت موجود اه رقم الكليون ورقم الكومت رح حطن هون ولح افرجيكم شو رح يطلع لنا بعدين وطبعا حبابي متل ما يكون شايفين طلع معي هيك بها الطريقة هاي هون حطيت على انه انا موافق على انه اه السنة القادمة ان شاء الله اذا ضلينا عايشين انه ينبعت شكل طاقة مباشرة من الدولة متل ما اسلفت على شركة ال او دي اف بدون ما انا ارجع عمل هاي الطريقة مرة تانية بدون ما عزب حالي عمل هاي الطريقة مرة تانية بدينوها على نقطة هلا في واحد بيلي طيب انا بركة عملت على هاي والسنة القادمة انا مثلا اجت السنة الجاية وانا مثلا غيرت ال او دي اف لانه غيرت المدينة كله ما اخدت او دي اف هيك بتكون روحت على حالي اكرت الشكل الطاقة والمصاري بيقولوا لا اكيد لا لانه بس تنبعت شكل اوتوماتيكي على ال او دي اف اول شي ال او دي اف بيرفضه ازا انت معكت موجود عنده تاني شي لو غيرت المدينة الاو دي ايف بيقبل شكل طاقة تالت شي في نقطة ثالتة كتير مهمة انه اصلا الدولة لما بتبعث على الاو دي ايف قبل ما تبعتنه على الاو دي ايف بتبعت لك ورقة اه بتبعت لك على الايميل لتأكد انه انت موافق او لا انت اه ازا موافق لا في داعي تعمل شي بعال ايميل وازا ما عليك موافق بتبعت له انه لا انا ما بدي لانه تبعتوه على ال او دي اف وهنا ما ببعتوه ويبعتوه لك يا عن طريق البريد وانت بقى بتبعتوه لما بدك. هلا هون حبابي طالبين منا شفرة لازم انحكها. شوفوا كيف حطي لكم يا هاي الشيك عم ادلوكم انه هي بتجي هيك بهذا الشكل على جناب. طبعا هاد الشيك هادا مثال هنه حاطينه. هاي معلومات هنه الموقع هو اللي حاطوه. هاي مو معلومات اه الشيك اللي انا عم بشتغل فيه. بتحكوا هاي وبتحطوا الرقم الموجود هون. هحكي الشيك انا ولا حط الرقم ان شاء الله الموجود هون. وهلا حبابي طلع معنا بهذا الشكل. انه اه بدهوا نطلبين منا ايميل. بتحطوا الايميل وبتعملوا على اه الفالي دي لو بايمو. وهلا حبابي متل ما يكون شايفين بتصر رسالة بتأكد انه اه باعطوكم على الايميل تأكيد انه تم تمت العملية بنجاح. بتمنى ان كل فيديو عجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وشاركوا الفيديو بكل المنتريات وبكل مواقع الانترنت. خلي اكبر عدد من الناس انه يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.